اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدق اقلام جديد حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصعف العراقية والعربية ونبدأ مع ابرز العنوين نطالع في موقع الهيانات ما يسمى اتلاف الوطنية يطالب بالغاية نتائج الانتخابات نشرف المدى اكثر من خمسين بالمئة يقاطعون الاقتراع اعتراضات قوية هددت بتأجيل اعلان نتائج الانتخابات ونتصفح في موقع كتابات الاحزاب السنية الخاسر الاكبر في الانتخابات العراقية تليها الكردية وفي الجزيرة نتنقرأ الفلسطينيون يستعدون لذكرى النكبة ومليونية العودة نقرأ في العرب جري ايران تمهل الاوروبيين ستين يوما لتقديم ضمانات وما يتؤكد الالتزام بدعم الاتفاق النووي ونتصفح في القدس العربي الرئيس السوداني يجري تعديلا في الحكومة ويعفي ثلاثة عشر وزيرا وعشرة ولاده وفي الحياة نقرأ أخيرا وليس آخران اتهامات ومشكوكم قبل نتائج انتخابات العراق علاوي لإلغائها وقوى كردية غاضبة من تزوير أهلا بكم في غفلة من الزمن الأغبر توفرت لمن كانوا في الشتات يتسولون وينتظرون الإعانات فرصة لينقضوا على الحكم في العراق جاء بهم الإجرام الأمريكي حين احتل العراق بداعي تحريره فانكشف أمرهم وبسرعة ليتحولوا من معارضة مخادعة إلى مجامعة من الكلاب المسعورة لتنهش كل ما في العراق من خير فأحالوه إلى خراب مستعينين ومنفذين لأوامر أسيادهم في إيران وأمريكا وبريطانيا كذا كتب علي الزياد في موقع كتابات انكشفت أوراقهم حيث أثبتوا بالتجارب أن معارضتهم لصدام لم تكن على أساس حبهم للعراق وشعبه إنما كانت حبا بالسلطة والمال فسلمهم المجرم بريمر الحكم ليتناوبوا عليه تباعا فأشعلوها حربا طائفية خطفت مئات الآلاف من العراقيين شيعي أمي متخلف يفتي بقتل سني وسني متخلف أمي وعميل يفتي بقتل شيعي وكلهما أبناء بلد واحد وبموازات عمليات القتل المبرمج من قبل أحزاب خطفت السلطة كانت عمليات نهب أموال العراق تجري بشكل منظم من قبل رجالات تلك الأحزاب وبخاصة رجالات حزب الدعوة حيث سجلت الأموال التي نهبت خلال توليه السلطة من قبل أمينه العام نور المالكي أرقاما خرافية لم يسبق للتاريخ أن سجلها حيث فاقت الألف مليار دولار تم توزيعها إلى عصابات تلك الأحزاب وعملائهم وأسيادهم وذيولهم حتى إذا وصلنا إلى العام 2010 نجد إجرام تلك الأحزاب قد ازداد بشاعة حيث تعمدت إسقاط نصف مساحة العراق بيد الإرهاب من أجل الحصول على تمديد لولاية ثالثة للمالكي وقد أدت هذه العملية الخسيسة إلى خسارة العراق لأكثر من خمسمائة مليار دولار كنفقات حرب ومعدات عسكرية تركها في الموصل والأنبار وصلح الدين بالإضافة إلى ما نهب من خزائنه مع كل هذه الأفعال الشنيعة كان المواطن العراقي يمن النفس في إصلاح أحوال الطبقة الفاسلة التي تحكمه دون جدوى كون تلك الطبقة لا تموت بصلة للعراق إطلاقا وهي تقطن منطقة شيدتها لهم أمريكا وأطلقت عليها تسمية المنطقة الخضراء ليتحول من فيها من الساسة إلى حيتان فساد لا هم لهم سوى النهب والسلب وعندما تنتهي صلاحية أي واحد منهم يستخدم جنسيته الثانية ويترك العراق هربا ومخلفا وراءه ضحايا لا حصر لهم وعلى هذا الحال بقي العراق منذ خمسة عشر عاما قدمت فيه المصانع والمدارس والمشافي وأنهارت فيه الصناعة وبشكل متعمد ليصبح العراق سوقا مفتوحة للبضائع الإيرانية والصينية الرديئة بحسب الكاتب لا تشير النتاج الأولية للانتخابات العراقية إلى فوز ساحق لكتلة سياسية أمام الكتل الأخرى فهي متقاربات نسبيا مع القوائم الكبيرة المتنافسة دولة القانون والنصر والفتح والعطنية والسائرون والحكمة والقرار في الجانب العربي إلى جانب حصيلة الأكراد التي ستتقدم فيها قائمة حزب مسعود البرزاني يليه الاتحاد الوطني الذي تشتتت أصواته وذهبت إلى المنشق برهم صالح فيما تتوزع الأصوات المتبقية في جميع أنحاء العراق إلى القوائم المدنية وقوائم الأقليات عن المستقبل الذي ينتظر العراق بعد الانتخابات كتب ماجد السام الرائي في صحيفة العرب اللذنية والعلى من بين أسباب إحجام العراقيين عن الانتخابات إضافة إلى الجانب التقني طبيعة القانون الانتخابي الذي يكرس هيمنة الأحزاب الكبرى وكذلك تشكيلة الهيئة العرية للانتخابات التي يمثل وعضاؤها تلك الأحزاب حيث وجهت إجراءاتها بما يخدم غايات الأحزاب التي توليها لكن موقف المواطن العراقي كان بمثابة معاقبة المتزعمين للعملية السياسية عن طريق خيار المقاطعة وهو الخيار الذي استفادت منه بعض القوى الشيعية النافذة لم يكن هم زعامات القوى السياسية المتنافسة داخل البيت الشيعي أو خارجه النتائج الحالية للانتخابات لأنهم وضعوا تقديرات لها تشير إلى تقارب بين المقاعد معروف سلفا وأن إضافة قائمة جديدة الفتح الممثلة للحجد الشعبي ستشتت الأصوات الشيعية أكثر مما آلت إليه من تشتت قائمة حزب الدعوة لذلك المهم لدى هؤلاء هو تصدر الحكومة المقبلة الآمال ضئيلة من أن دخول الجيل الشبابي المستفيد من التجربة المرة للزعامات الفاسدة قادر على قمعها داخل البرلمان الجديد وهو أمل سيصطدم مرة أخرى بنفوذ رؤوس فساد كبيرة ويضيف الكاتب وإذا ما حصل العبادي صاحب الفرص الكثير على الولايات الثانية وهو أمر متوقع في ظل ملابسات الوضعين المحلي والإقليمي فسيحظى بتأييد إقليمي ودولي خصوصا بعدما أفرزته خطوات الرئيس الأمريكي ترامب تجاه إيران من عقوبات العازل والغاء الاتفاق النووي وهي تطورة ستنعكس على العراق لذلك يترتب على رئيس الحكومة الجديد النائية عن النفس وعدما الخراط في المحور الإيراني ضد المحور العربي والأمريكي في المنطقة ومهما حاول المسؤول العراقي الجديد أن ينتهج سياسة معتدلة وعدما انحياز إلى محور لصالح محور آخر إلا أنه سيصل في النهاية إلى مرحلة الخيار الصعب والشجاع الذي يستوجب مواجهة التأثير الإيراني على القرار العراقي على الرغم من مرور أكثر من عقد على التغيير ودخول العراق باب الديمقراطية إلا أن ديمقراطية العراق هذه لا زالت ناقصة لا ترتقي إلى مستوى الديمقراطيات في العالم المتمدن ولا زالت في طور التكوين في ظروف صعبة ومخاطر تحيط بها جعلتها لا تعطي ثمارها الناضجة المطلوبة وأن تحسن حالها لا زال من الأمور صعبة المنال دون أي تطور إثقى على الرغم من تلهف المواطن العراقي للديمقراطية ولكن ما زالت طريق أمامه طويل بحسب الكاتب عبدالكاظم محمد حسون في مقالم بصحيفة الزمان العراقية الديمقراطية الحالية العراقية أصبح لها معنى آخر هو حكم الأقلية تحت غطاء الديمقراطية حيث هيمن بعض ممثلي الأحزاب المتنفذة ذات الطابع الديني والقومي على مقاليد الحكم والنفوذ ووجدت لها في الدين والقومية وسيلة لكسب رأي الشارع وكسب عاطفته دون أن يجد هذا الشارع أي تحسن في مستواه المعيشي أو الخدمي فأصبح يختار الشخصيات السياسية من خلال هذا الجانب وهو جانب الانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك أو هذه القومية أو تلك تون الاهتمام في البرامج أو المنجزات لتلك الشخصيات على الصعيد العملي أو الأحزاب المنتمين لها فبقي البلد والشعب يراوح مكانه دون أن يجد أي تحسن في بنائه أو ربما التراجع لحوى الخلف لتعرضه إلى أزمات جعلته متأخرا في أكثر من جانب كأزمة ظهور داعش ومخاربتها وما رافق ذلك من تخريب لمدن كاملة وتهجير أهلها أو استفحال ظاهرة الفساد بأنواع إن الشعب أصبح في حيرة من أمره لكثرة المرشحين دون أن تجد أي برنامج انتخابي واضح لأحدهم غير نشر اسمه وصورته وأرقب قائمته حيث أصبح الشارع العراقي كمعرض فنيين تعرض فيه صور وأسماء المرشحين من كلا الجنسين دون أن تجد هدفا لهم واحدا على الأقل أو برنامجا لهم الذي يعملون عليه بعد الفوز وما هي أسباب ترشيحهم لأنفسهم لخوض تلك الانتخابات غير تحقيق المنافع الشخصية والوصول إلى الامتيازات الكبيرة والكثير التي هي من حصة البرلمانية نحو الأراضي المحتلة مع حلول الذكرى السبعين لنكبة فلسطين يدخل الصراع على القدس مرحلة جديدة اتسعى حكومة اليمينة الإسرائيلي بقيادة من يمين تنيهو لإنجاز ما تبقى من مخططات تهويد القدس وفرض الحل النهائي كما تريده على الأرض في استثمار ممنهج لوجود الرئيس الأمريكي دولاند ترامف في البيت الأبيض الذي قرر في السادس من ديسمبر كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اذ تبلغ سياسات المحور الأمريكي الإسرائيلي ذروتها في تهويد القدس وتغيير واقعها الديمغرافي والسياسي والثقافي تكون قد بدأت مرحلة الحصاد والنهايات في عملية مدروسة بلقة من إدارة الصراع مع الطرف الرسمي الفلسطيني العربي الذي يكاد يخرج خالي الوفاض تماما بحسب الكاتب أمجد أحمد جبريل في مقال عن ذكرى النكمة في صحيفة العربي الجديد في هذه المرحلة الجديدة تبدي إدارة ترامب تصميما على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف ما يؤير الجاري في استخفاف تام بالمواقف الرسمية الفلسطينية والعربية والإسلامية وعلى الرغم من إعلان البيت الأبيض أن ترامب لن يحضر بنفسه حفل افتتاح السفارة فإن وبد رئاسيا سيقوم بالمهمة فضلا عن خطاب متلفز سيوقيه ترامب في هذه المناسبة إضافة إلى الحضور المتوقع من سفراء الدول الأخرى التي تسير في ركاب واشنطن وتحرص على إرضائها وللرغم من خطورة هذه التطورات وتداعيتها على القدس وفلسطين والمصالح العربية تتوالى إشارات تطبيع عربي مع إسرائيل التي تجرأت على الاحتفال عالنا بذكرى تأسيسها السبعين في قلب مصر أكبر دولة عربية عاجلاً أماجلاً يجب أن تعمل قوة التغيير والثورات في العالم العربي على بلورة مشروع مضاد واستراتيجية واضحة ذات أبعاد مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي يكون هدفها الأساسي تعزيز صمود المقدسيين بخاصة الفلسطينيين والعرب عامة في وجه السياسة والممارسة الإسرائيلية والانحياز الأمريكي اللامحدود وذلك لمواجهة تسلط العام الخارجي الدولي وتدخلاته أيضاً في هذه المرحلة الجديدة من الصلاع العربي للإسرائيلي المبتد الذي بدأ يتحول إلى صلاع إراداته وشعوب بعد أن أخلت النظم العربية الساحة للفعل الإسرائيلي الأمريكي انطلقت مسيرات للعودة الكبرى في ظروف سداد سياسي واقتصادي غير مسبق ومساعي حثيثة على صعيد مشروع تصفية القضية الفلسطينية ولغة بعض أطراف الإقليم تجاهها مع فتح أبواب تطبيع معيبة مع الاحتلال الإسرائيلي كما جاءت مسيرات العودة في أجواء مسالعة الرئيس الأمريكي دونالد تراب سارع الخطى في صفقته لشطب القدس والغاء حق العودة وضم الضفة الغربية وحصار قطع غزة حتى تركع لمشروع بن يمين نتنياهو اليميني عن مستقبل هذه المسيرات كتب محمد إبراهيم المدهون في موقع جزيرة نت تمضي مسيرات العودة بتصاعد لافت وروح ثورية شبابية عالية لكن الحذر مطلوب حتى لا تتراجع المسيرات عن مستوى حضورها وتأثيرها وذلك باستعجال النتائج والشعور بفقدانها مبكراً فضلاً عن عدم تشكيلها تهديداً للاحتلال وتحولها إلى حالة رتابة خاضعة للإدارة المنتظمة يضاف إلى ذلك تأثير ذلك على استطاعة غزة ضغط على الاحتلال لتحقيق إنجاز لصالح رفع الحصار أو تأثيرها في إيقاظ الضمير الفلسطيني الجمعي بحق العودة وما قد يسببه ذلك من خفوت للحالة الشعبية وفقدان لدافعية المواصلة والديمومة التي تمثل الروح المؤسسة عليها الرهان الاحتلال مرتبك في علاقته بمسيرات العودة وتبدو صورة عنده غير ناضجة بشأن السبيل الأمثل للتعامل مع الجماهير الثائرة على حدود قطاع في أحياء لمشهد 1948 بعد مرور سبعين سنة على النكبة وقد تستهي الاحتلال لعبة شراء الوقت حتى ساعة الصفر والذهب في اتجاه الإرباك الأخير بحدث أمني كبير أو إرباك وطني داخلي أو بفعل سياسي يحدث حالة تردد للقوى الوطنية في قيادة مسيرة العودة المشهد لا يكتمل دون قراءة الساحات الأخرى ومستوى الحراك فيها ودرجة تأثيره وإذا التحمت الجماهير في الضفة مع جيش الاحتلال في نقاط اشتباك متعددة فقد يمثل صباح الخامس عشر من مايو آيار إعادة أحياء شعبي باشتباك بطوليا فردي كانتفاضة القدس فضلا عن تأثير مشهر التصعيد في الجهة الشمالية لفلسطين المحتلة ولله الأمر من قبل ومن بعد إيران لا تريد توترات جديدة في المنطقة هذا ما أعلنه الرئيس حسن الروحاني وإسرائيل لا نية لديها للتصعيد هذا ما قاله رئيس وزرائها بن يمين لتنياه ووزير دفاعها إفيردور ليبرمان لكن المعضلة ليست في النيات الدولة العبرية مصممة على منع طهران من تحويل سوريا إلى قاعدة أمامية غدها لكن حملتها جوية والصاروخية الأخيرة الواسعة فجر الخامس الماضي حملت توكيدا لاستعدادها لمواجهة شاملة مع إيران وكان جليا أن القذائف والصواريخ التي ضربت الجولان استهدفت التمهيد لإقامة توازن رعب أو ردع كما هي الحال في جنوب لبنان وكذلك توجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية مفادها أن إيران يمكنها الرد على القرار الأمريكي بل انسحاب من الاتفاق النووي بشعال نار في المنطقة بحسب الكاتب جورج سمعا المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران ربطت على نحو ما الملف النووي الإيراني بوجود الحرس الثوري وميليشياته في سوريا أي أن الضربات تل أبيب دفاعا عما تسميه أمنها ووجودها المصيري تؤدي نتائجها إلى ما يصب إليه الرئيس دونالد ترامب وما يشاركه فيه الزعماء الأوروبيون المتمسكون بالاتفاق وهو تعديل سلوك طهران ووقف سياساتها التوسعية وبقدر ما تجمع كل هذه الظروف على تقليص نفوذها لدفعها إلى هذا التعديل ترتفع حدة السجال بين التيارات الإيرانية وتتسع الهوة بين مواقفها المختلفة ففي حين تعبر حكومة الرئيس روحاني عن رغبتها في عدم التصعيد مع إسرائيل وفي الاستعداد للبحث مع أوروبيين في سبل المحافظة على الاتفاق النووي تعبر قوة تشدد وعلى رأسها المرشد علي خامني عن انعدام ثقتها بفرنسا وألمانيا وبريطانيا وتشكك في قدرة هذه الدول على مواجهة إدارة ترامب وعزمها على فرض العقوبات على الشركات التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية ولا تكفى في الوقت عينها عن تهديد الدولة العبرية بالزوال والقضاء عليها هذا المشهد يعبر بوضوح عن الانقسام بين النخب السياسية الحاكمة في طهران لم تقل واشنطن حتى الآن أنها تريد تغيير النظام في إيران بل إلى دفعه إلى تعديل سلوكه وسياساته الرئيس ترامب توقع أن ترضخ طهران للتفاوض أو يحدث شيء ما لعله يتوقع هو أن تثمر لغة التهديد والحصار فتنصى إيران كما بيونج يونج وتختار جلوس إلى الطاولة إنها تحديات تبدو عصية على الحل وقد لا تكفي العقوبات ولا المواجهات المتنقلة دافعا لإعادة فتح باب الحوار ترجمة نانسي قنقر بعيداً كل البعد عن السياسة أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن فيتامين بي يلعب دوراً في حماية الخلايا التي تنتج الإنسولين بالبينكرياس من التلف وأجرى الدراسة باحثونا في محل سولك للدراسة البيولوجية بولاية كاليفورنيا الأمريكية ونشرت في دورية سيل العلمية وقال وخلايا عفواً بيتا هي خلايا البنكرياس التي تنتج وتطلق هرمون الإنسولين وعندما تتعرض للتلف لا يستطيع جسم أن يضخ الإنسولين لسيطرة عن نسبة السكر في الدم مما يقوده للسكري حفظاً الله واكتشف الفريق في دراسة أجريت على الفئران أن فيتامين بي مفيد في علاج خلايا بيتا التالفة وإعادته إلى مستوياتها الطبيعية مما قد يقدم رؤية جديدة بشأن تطوير علاجات فعالة للسكرية متابعة ممتعة مع الكاريكاتور متابعة ممتعة مع الكاريكات Where the اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة